السلام عليكم جميعا اخباركم ايه يا رب دايما تكونوا بخير يا رب انا احب اشكركم جدا على رد فعلكم على علاقاتي اللي فاتت وعلى فيديوهاتي اللي فاتت بجد ربنا يبركلكم يا رب على دعمكم دايما ليه طبعا النهاردة موضوع مختلف وموضوع فعلا حساس والناس فعلا كتير بتكون عايزة تطمن من قبل ما تيجي هنا وهو بخصوص التربية وازاي ان انا عرفت اربي بناتي او اولادنا يعني في وسط مجتمع منفتح طب المجتمع ده فيه عنصرية طب ازاي نحافظ على الثقافة بتاعتنا الدينية الاسئلة الكتيرة دي انا متفهماها وعارفة التخوفات بتاعتكم فيها وكتير كتير كتير انتو بتبعتولي على الموضوع ده وبتسألوني فيه باستمرار انا النهاردة قررت ان انا عمل لكم فيديو علشان يطمنكم وتكلم معاكم واحكيلكم تجربتي وتجربة ناس تانية ان شاء الله طيب هبتدي ان ازاي ازاي اربي اولادي في مجتمع غربي مجتمع منفتح دي اول حاجة ان شاء الله هنبتدي بيها في خلال الفيديو وهل الموضوع ده صعب جدا ولا سهل طب وايه التحديات طب نعمل ايه عشان نقدر نحافظ عليهم وتربيتهم صحة وسط المغريات الكتيرة اللي قدامه انا هحكي لكم تجربتي الشخصية مع بناتي ما العلمة انا بناتي مولودين هنا في نيوزيلندا يعني من اول يوم في حياتهم وهم عايشين في مجتمع منفتح فطبعا كان التحدي كبير لكن الناس اللي هما بيكونوا اولادهم مولودين في المجتمع العربي ده بيكونوا شافوا الطقوس بتاعتنا وشافوا الادان في الجوامع وسمعوا وشافوا الطقوس بتاعتنا كلها يعني عاشوها فالموضوع بالنسبة لهم هيكون يعني فيه له اساس لكن انا بناتي مولودين هنا بدون الاساس ده اللي هما شافوه في البلاد في بلادنا العربية يعني كمان احكي لكم تجربة تانية شفتها من ناس هنا عايشين بقى لهم عشرين وثلاثين سنة وناس كمان لسه جايين وعملوا ايه مع اولادهم انا ححكي لكم انا ما سألتهمش على تجربهم انا ححكي لكم من اللي انا شفتوا بعيني من اولادهم ان شاء الله طبعا موضوع التربية ده كان شغلني جدا وخصوصا ان عندي بنات وكررت اني من هما صغيرين اصاحبهم وشاركهم في كل حاجة يعني اعرفهم الفرق بين الحلال والحرام يعني ما تفتكروش ان هو علشان هما صغيرين مش هيكونوا فاهمين الموضوع ده لا بالعكس هيكونوا فاهمين بكلام بسيط بحاجات بسيطة جدا مش لازم ان هو نفتح لهم الفتوى ونقول لهم ايه الحلال والحرام ونجيب لهم ايات واحاديث من الكرآن لا خالص بحاجات بسيطة جدا 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 يعني مثلا انا بناتي وهم صغيرين من اول لما ابتدوا يتكلموا ويعرفوا الكلام انا على طول كنت بقرارهم القرآن على طول بعرفهم يعني لو انت محتاجة حاجة لو انت عايزة حاجة حتى لو باكوا شوكولاتة روحي ادعي ربنا كتير علشان يحقق هالك وان ان شاء الله في الوقت المناسب هتلاقي ربنا جاب هالك بحاجات بسيطة جدا ان انا بحاول اعلق روحهم بربنا وبالدنا وبالحاجات دي كلها لما ابتدوا يكبروا شوية انا ابتدت ان انا اقول لهم الفرق بين الحلال والحرام لا الحاجات دي لازم نتأكد منها انها حلال طب ازاي نتأكد منها حلال بصي على المكونات بتاعتها فيها جيلاتين والجيلاتين ده مصدره ايه طبعا انتم متخيلين اطفال صغيرة حيتستوعب ده اه بيستوعبه وحقول لكم على حاجة تانية برضو يعني كمثل مصري ابنك على ما تربيه والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر يعني انتم تفتكروش من اولادكم عشان صغيرين مش هيكونوا فاهمين لا بمعلومات بسيطة جدا بطريقة بسيطة ومبسطة هتلاقوا اولادكم استجابوا معاكم الحاجات البسيطة دي فعلا 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 والله فعلا بتفرق في التربية سواء انتم كنتوا ربطوهم خارج مجتمع منفتح او في مجتمع منفتح انا بناتي من هم صغيرين كنت بوريهم اه لا ده حلال ده مش حلال طبعا هم مش فاهمين يعني ايه ازاي ده حلال وده ازاي ده مش حلال مش فاهمين الفكرة الكونسبت بتاع الحلال نفسه مش فاهمين وازاي بس باختصار جدا ان انا كنت بقولهم ان الحاجات دي جاية مثلا من لحم الخنزير دي احنا ربنا ايه لنا ممنوع لحم الخنزير لما ابتدوا يكبروا شوية طب ليه مو ما احنا بناكلش لحم الخنزير جبنا لهم دراسة علمية مبسطة ان لحم الخنزير ان الخنزير ده بياكل كل حاجة يعني حتى يعني سوري يعني اللي هو الرابش الزبالة القمامة الحاجات دي كلها بياكلها فان اللحم بتاعه مش صالح للأكل مضر للإنسان فعشان كده ربنا منعنا ان احنا ناكله مش بس ان احنا مجرد ان ربنا قالنا حاجة خلاص بنوقفها طب مثلا الخمور كده طبعا الخمور عندنا في السوبر ماركت دي لها قسم خاص يعني واشكالهم بقى وحاجاتهم طب ليه احنا ما بنشربش الخمور دي يا ماما كده لان الخمور دي بتخلي ان احنا نبقى مغيبين ان احنا مش صحيين ما بنشربها كتير كده بنبقى ان احنا مش فايقين ومش صحيين وان احنا ممكن نعمل حاجات واحنا مش دريانين ممكن نقذي نفسنا ممكن ان احنا مش فايقين ومش متزنين بسبب شرب الخمور ان احنا ممكن ماشيين في الشارع نعمل حدثة فربنا علشان يحافظ علينا دايما بيقول لنا الاصلح لنا بطريقة بسيطة بطريقة سلسة جدا ما فيش فيها عنف ما فيش فيها تعنف حاجات حاجات بسيطة تناسب سن الأطفال وحرجع أقول لكم تاني ما تفتكروش أن أطفالكم عشان صغيرين أنا من لما بناتي ابتدوا يتكلموا وأنا كنت معاهم كنت بقرولهم قرآن كل يوم بس الصور الصغير عايز أقول لكم أنه لما كنت بقرولهم قرآن كل يوم حفظوها مني كده بخليهم أنهم علمتهم التشهد أنهم حاجة كويسة كده أنهم يصلوا على سيدنا محمد قبل ما يناموا وأنهم يقولوا تشهد قبل ما يناموا يعني فأنهم عرطول دي بقت معاهم عادة من هما صغيرين لحد ما كبروا طبعا هما صغيرين أنا كنت بحاول علمهم لحد ما كبروا بقوا يعرفوا ينطقوها لوحدهم دي حاجات جدا مبسطة سهلة قوي قوي أنه أي حد يعملها يعني هقول لكم إيه تاني أنا بس كتبة هنا شوية حاجات علشان بس ما نساش أكون أنه أنا مغطية كل الأسئلة اللي تفيدكم إن شاء الله في حاجة تانية مثلا يعني لما بناتي بدأوا يكبروا شوية وبيشوفوا ناس تانية بيأكلوا مثلا اللي هي الحلويات اللي فيها جيلاتين وحاجات من دي بيبقوا متضايقين نستوهم يأكلوها فأنا بقول لهم لا دي مش حلال كده فبيمقوا مضايقين قوي فبقول لهم يعني ماريا بنتي الكبيرة ماريا حاليا سنها تسعة سنين بتقول لي يا ماما ربنا ويخلينا بناكلش الحاجات دي كده فبقول لها ماريا ربنا دلوقتي أيلنا على حاجات تسمعي كلام ربنا ربنا بيبقى فوق بيعمل ايه ربنا بينادي على الملائكة وبيقول للنبيين والرسل بيقول لهم شوفوا ماريا وشوفوا آسية بيعملوا ايه بيسمعوا الكلام ازاي وبيكونوا كلهم فرحانين بيكونوا فوق يعني خليت الموضوع عندهم يكون حماسي وانه هما يتخيلوا يستخدموا خيلهم انه هما فعلا شايفين انهما الملائكة والاحتفال اللي هما عاملينه فوق ليهم عشان بيسمعوا كلام ربنا وانه هما بيخافوا ربنا وهما لسه صغيرين عايزة اقول لكم انه انا بنتي الوسطانية عندها ست سنين بقت ان هي كل شوية ان هي عايزة ان هي تعمل حاجة عشان تاخد حسنات هما بتسميها بالانجليزي علشان هما برضو الانجليزي عندهم يعني بيستخدموه في حياتهم بتقول لي مهما ممكن اعمل حاجة عشان ااخد فبقول لها مسلا خذ يا اسيا حدة العيش دي روحي احد فيها للعصفير لما هيكلوها ربنا ده انتي هتاخده عليه حسنات حاجات بسيطة جدا انهما علقت ورحهم بربنا بيدنا بغض النظر على المجتمع ممتفتح وقال لهم نغلق كده طبعا عشان انا بناتي يعني بدأوا يكبروا شوية طبعا سنة تسعة سنين وستة سنين ده بالنسبة لكم انهما مش كبير لا انا بخليهم مثلا انهما لو لابسين فستين يكونوا لابسين تحتيها شرطات مغطية المنطقة اللي تحت دي كلها كويس يعني يكونوا محافظين على نفسهم انهما لما يعودوا يخلي بالهم من قعدتهم الحاجات دي كلها فيعني حتى كمان انهما بدأوا يسمعوا مني ويتجاوبوا من غير ما يجوا يسألوا لكن بعد كده اكتشفوا انهما يعني مثلا فيه اولاد عندهم مثلا في المدرسة لما بيجي لقوا ضهر بنت مثلا او ضهر ولد حتى يعني انهو باين شوية بيعودوا يتحكوا عليه او يتريقوا عليه مثلا شوية يعني وكده طبعا موضوع التنمر ده موضوع حاجة تانية واحنى الحمد لله الموضوع ده يعني بيعملوا فيه انشطة كتير وانهو بيحدوا منه فعلا تماما يعني فما تقلقوش من موضوع التنمر ده خالص يعني او ده 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 مش موضوعنا حاليا خليني بس اكمل معاكم الموضوع ده او فب لقو لق بناتي لقوا انهما طلو هم حفظين عن نفسهم م حدش ヘيكلم عليهم م حدش هيتريق عليهم يعني فانهو يعني شافوا الفرق بعنيهم ايه تاني ربي ممكن اتكلم معاكم فيه انا بس ببص على النوت بتاعتي علشان اكون مغطية لكم كل حاجة ان شاء الله طيب انا هقول لكم بقى انا عملت ايه كمان علشان اعلقهم زيادة بالثقافة بتاعتنا طبعا انا منعت تماما ايه يعني للاسف في بلادنا العربية التلفزيون ده مفتوح سواء على قنوات اطفال او على قنوات فيها افلام او برامج حتى تلفزيونية او حاجات ملهاش ملهاش بالاطفال او حتى اخبار للاسف ان فيه تلفزيون ده مفتوح حتى لو اطفال موجودين انا طبعا هنا منعت الموضوع ده تماما وقت الاخبار ووقت الافلام اللي هي العربي او الاجنبي والكلام ده كله ده وقت الكبار ده بعد ما بيناموا انا بناتي هنا بدخلهم على السرير من الساعة 7-7 ونص بيكونوا دخلين على السرير فبعديها انا قدامي انا وباباهم الفوقت ده متاح جدا ان احنا نتفرج على اللي احنا عايزينه وطبعا ان هو لو فيه حد طلع من القوضة طبعا التلفزيون بيتقفل لحد ما بيدخله تاني انا مش هقول ان انا مثلا ان هو ما بيلحظوش حاجة او كده يعني او بيشوف حاجة طبعا الحاجات دي مش ان هي خارجة يعني لا ده حاجات عادية بس ان هو المبدأ ان هو مرفوض الحاجات دي لا دي بتاعت كبار او حتى مثلا لو في الاجازة ولا حاجة وفي وقت النهار باباهم مثلا عايزي تفرج او انا عايزي تفرج على حاجة لا انتوا دخلوا لعبوا في قواتكم الحد ما بابا مثلا يخلص او كده او انا اتفرج على اللي انا عايزيها طالما السن مش ليهم او الكلام مش ليهم فدي برضو حاجة طبعا الحاجات اللي هي مثلا تعليمية مثلا كارتون للاطفال مش شرط ان هو يكون اسلامي لا كارتون بالعربي كارتون مثلا انجليزي بس الكواليتي بتاعته كويسة الحاجة اللي بيقدموها فيها فكرة وفيها حاجة كويسة بشغلها لهم سواء بالعربي او بالانجليزي فيه حاجات كتيرة بالانجليزي معمولة اسلامية رائعة جدا جدا وفيه حاجات تانية برضو معمولة بالعربي برضو حلوة فدي انا طبعا دي اول حاجة مثلا من البيت كنت بعملها لهم كمان بالحاجات اللي هي اليومية اللي انا بتكلم فيهم عن ربنا والدين اللي هي من خلال الحياة اليومية والحلال والحرام والاكل الحلال والحاجات دي كلها حاجة تانية طبعا الانشطة هنا في المساجد يعني رائعة جدا رائعة جدا ومش بس في اوغلند يعني في كذا مدينة في نيزيلندا بصراحة الاهالي جهود من الاهالي رائعة وجبارة عاملين انشطة للاطفال وكلها جهود تطوعية كده فيعني عاملين انشطة وحاجات للاطفال بجد رائعة جدا وهقول لك على حاجة كمان التجربة بقى اللي هي فعلا شفت بقى اللي هي الناس اللي زرعت نفس اللي انا بزرعه ده من زمان من عشرين وتلاتين سنة اولادهم اللي اتولدوا هنا واولادهم اللي جم معاهم من زمان دلوقتي الجيل التاني الشباب هم اللي استلموا الراية منهم من الناس الكبار اللي ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحة والبركة استلموا منهم الراية وبقوا دلوقتي هم اللي بيعلموا اولادنا فيعني مش قادرة اقول لكم الرمضان اللي فات بسبب ان احنا كان عندنا حظر تام فما كانش فيه انشطة في الجوامع ما كانش فيه حاجات كتير طبعا للأسف كلنا عادين في البيت الشباب دول طبعا الجيل بقى بتاع الانترنت والتكنولوجيا والحاجات دي كلها عملوا انشطة رائعة اونلاين يوميا في رمضان عايز اقول لكم ان عملوا رمضان مع الصحابة تخيلوا الشباب اللي اتربى في مجتمع منفتح جابوا الصحابة بتاعة الرسول وعملوا عليها يعني يوميات كانت فعلا رائعة انا بناتي كانوا بيستنوا الساعة اربعة دي لان الدرس ده اللي كان اونلاين كان الساعة اربعة فكانوا بيستنوا الدرس ده يعني ماما الساعة بيت كم احنا عايزين نحضر الدرس وكانوا بيقعدوا يكتبوا هو درس طبعا بالانجليزي علشان اغلب الناس تعرف تفهمه كويس بالذات الاطفال اللي هم هنا يعني يكون سهل عليهم في الفهم فكان بيستنوا ماريا بنتي الكبيرة بتاعت تكتب وراهم وتبقى تحمسة جدا جدا يعني عايز اقول لكم ان ماريا بنتي كمان كسبة المركز الاول في اللي هو النشاط بتاع رمضان مع الصحابة وبسبب حبها والانشطة اللي كانت بيعملوها دي عملت فيديو عن سنن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عملته بالعربي بس فعلا رائعة عادة تمثله هي واختها الصغيرة انا طبعا اللي صورتهم عادة تمثله هي واختها الصغيرة ويتعلم الاطفال ازاي سنن الرسول حيث اقول لكم ان جاي اللي يرد فعل على الفيديو ده رائع جدا ان شاء الله حطه لكم في اللينك وتتفرجوا على الجيل اللي تربى هنا الصغير فالمجتمع منفتح عمل ايه اهم حاجة انكم انتو تعلقوا روحهم بالدين بتاعنا بالثقافة بتاعتنا ويكونوا فخورين ان احنا مسلمين طيب دلوقتي حنروح لحاجة تانية وهي العنصرية بما ان ليها علاقة بالثقافة الاسلامية وازاي ان احنا نبقى فخورين ان احنا مسلمين ونظهر الثقافة الاسلامية بدون اي خوف طبعا في ناس كتير جدا ان هي اترددت وخافت من نيوزلندا من بعد موضوع الحادث الارهابي اللي حصل سنة في مارس 2019 اللي هي اعتبر السنة اللي فاتت عايز اقول لكم ان الارهابي ده كان استرالي جنسية مش نيوزلندي اصلا زائد كمان ان كان رد فعل الشعب النيوزلندي والحكومة كان فوق الوصف لو هنقول مثلا ان الحكومة كان بتعمل كده بغرض سياسي خلينا نشوف رد فعل الشعب النفسه اللي هو مالوش علاقة بالسياسة نفسها ومالوش علاقة برد فعل بتاع الحكومة طبعا الحكومة من اول يوم كانت رئيسة الوزراء عملت حاجات كتير جدا غير ان هي راحت كرايس شيرش وكانت قدمت الدعم النفسي والمعنوي للناس هناك اللي هم اهالي الضحايا كمان طلعت قانون بتاع الاسلحة مع الاسلحة الالية والنص الالية فيعني عملت مواقف فعلا مشكورة عليها جدا والنهية كان رد فعل الحكومة كلها كان فعلا رائع طيب نسمنا من الحكومة دلوقتي ونشوف رد فعل الشعب نيوزلندي اللي احنا بنتعامل معاه يوميا واللي احنا عايشين معاه رد الفعل كان موا فوق الوصف فوق الوصف فعلا جميع المساجد اللي في نيوزلندا حتى المساجد الصغيرة انحط عليها كمية كبيرة من الورود والالعاب والكرود اللي فيها كان كلام في غاية الروعة طيب حاجة كمان مدرسات بناتي في المدرسة لما روحت ان انا اوصل بناتي تاني يوم الحادث المدرسات جريوا علي ويبكوا يبكوا جدا والاهالي يبكوا يعني بيقولون احنا مش كده احنا مش كده انتو مننا واحنا منكم انتو اهل البلد احنا كلنا مع بعض ايد واحدة بيقولون كده وبيقولوا كده ودي كان شعار اللي كان موجود واللي مازال موجود ان احنا ان احنا عيلة واحدة كبيرة والحد دلوقتي عايز اقول لكم ان فيه ناس لا يعرفوني ولا اعرفهم شافوني محجبة بيقولولي سلام عليكم بقى عارفين تحية الاسلام وفيه ناس بتتعامل بيها مش مسلمين ايه تاني اللي حصل عايز اقول لكم ان حصل تضامن من السيدات والبنات والشرطيات في في البوليس لبسوا الحجاب تضامنا معنا تضامنا مع المسلمات وان احنا مش مختلفين عنهم في حاجة يعني احنا زينا زيهم احنا بني قدمين احنا يعني لينا حقوق ولينا حق في كل حاجة هنا في البلد فان احنا مش مختلفين عنهم ولبسوا الحجاب تضامنا معنا دي حاجة كانت رائعة جدا وكمان لأول مرة تحصل في تاريخ نيوزلندا ان الازان وصلاة الجمعة اتعلنوا مباشر على التلفزيون النيوزلندي كان احساس رائعة جدا ان احنا نسمع لأول مرة اذاعت صلاة الجمعة ونشوفها في التلفزيون طبعا الصلاة دي واليوم اللي تحدد لصلاة الجمعة اللي هتتزاع كان يوم كبير جدا وحضور الحكومة كلها وعدد كبير جدا من الشعب نيوزلندي راح طبعا اتعمل الصلاة دي في كراي الشرش تضامنا مع الناس اللي هناك ده غير كمان ان المصابين راحوا هناك عشان الصلاة وكان الدعم كان فوق الوصف لو هنقول ان هي الحكومة بتعمل كده عشان السياسة خلص خلي على فكرة احنا اعتبر كالجالية عربية مثلا او جالية مسلمة احنا يعني ماشي احنا مش قليلين ومش كتير يعني نقول متوسط بس كسياسة نسبح على جنب ونشوف رد فعل الشعب نيوزلندي نفسه اللي احنا بنعيش معه حياتنا اليومية وبنشوف حياتنا اليومية معه كان ردهم عامل ازاي بصراحة كان فعلا يعني الواحد فعلا اتهز اتهز يعني من ساعة الحادث ده المحاصل فعلا اتهز بس رد الفعل والتضامن اللي عملوه الشعب نيوزلندي انا بتقرر تاني الشعب نيوزلندي كان فعلا فوق الوصف يعني حاسس ان الواحد لا فعلا نيوزلندي لسه امان لسه ان الواحد فيه امل ان هو يعيش فيها يعني لان طبعا فيه ناس كتير مننا ان هي خافت وان هي لا مش هنقدر نكمل هنا والحاجات دي كلها بس كان رد الفعل فوق الوصف فوق الوصف بصراحة يعني ايه تاني انا بس كتب كل النوتس عندي هنا عشان ما نساش حاجة انا حرجع بس اقول لكم تاني ان اي حد يقول لكم على نيوزلندي ان هي بلد عنصري اه قلولو اثبتلي بجد قلولو هاتلي اثبات ان فعلا فيها بلد عنصري حيقول لكم حادس قلولو هاترد فعل الشعب نيوزلندي كان عامل ازاي انا ان شاء الله هحطي لكم جميع اللينكات اللي فيها اثبتات اللي كلامي وان اللي هتدور لكم على لينك بتاع صلاة الجمعة والصور بتاعة الناس اللي متضامنها معانا وكل حاجة انا مثلا مش هقول لكم ان اي حد لانا ما فيش فيها عنصرية مية في المية انا قابلت شخص قبل كده كان عنصري كنا مجموعة من العائلات عائلتي وعائلات تانية مسلمة كنا موجودين في مكان والاطفال بتلعب وكل حاجة كان فيه شخص قعد طبعا لما شفنا مسلمين انتوا ارهابيين وبيقول كلام وكده احنا من قبل ما نرد عليه كان فيه امكاننا جدا ان احنا نرد عليه بس من قبل ما نرد عليه كان فيه ناس تانية مش مسلمين نيوزيلنديين كانوا في البارك في المكان اللي احنا فيه فراحوا قالولو هم ما عملوا لكش حاجة هم هنا انت الكلام ده على فكرة حصل من قبل الحادث الارهابي كمان يعني مثلا مش عشان الحادث الارهابي اللي حصل او كده لا الكلام ده كان حصل من قبل الحادث الارهابي فقالولو انت لو مش عاجبك انت اللي تمشي هم قاعدين وعايز اقول لكم ان الستات لقوتهم جايين لي انا كنت مع بنتي جايين لي يسألوني انت كويسة فيه حاجة طب متضايقة لا يعرفوني ولا اعرفهم يعني كان الرد فعل ان الناس حتى اللي هنا عايزين يعيشوا في سلام ان حتة العنصرية والحاجات دي كلها لا ممنوعة هنا تماما ممنوعة هنا تماما انت بامكانك لو قابلت حد عنصري تقدر هنا تكلم البوليس في سواني حيجيلك يقول له ده عاملني بعنصرية وتكلم معايا وقال لي كذا 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 فباختصار جدا ده حيتقبض عليه ده حيتقبض عليه يعني هنا موضوع العنصرية عندنا صفر صفر تماما احنا هنا بلد مهجر فيها من كل الجنسيات وكل الاعراق يعني بغض النظر عن دينك عن لونك عن جنسيتك انت ليك حقوق وهنا الحكومة والبوليس وكل حاجة بيسندوك طالما ليك حق حيتت بقى ان هو في عنصرية والناس مفيش هنا ما عندناش الكلام ده انت ليك حقوق حد عاملك بعنصرية هتكلم البوليس هيجي هيقبض عليه باختصار جدا انتوا هنا في امان الناس اللي تقول لكم ان نيزلندا بيقالها دعون سوري قلولوا له هاتلي الاثبات باختصار باختصار التربية هنا ازاي والنشاط والحاجات دي كلها هتبقوا عايشين معانا لحظة بلحظة محتاجين تسألوا اي حاجة محتاجين تعرفوا استفسارات زيادة كلموني وبعتولي على صفحة او حطولي في الكومنتات هناونا ان شاء الله هرد عليكم اتمنى تكون ان انا وفيت واستكفيت وان انا يعني قلتلك المعلوات الكافية اللي هي تريح قلبكم وتطمنكم من موضوع التربية في مجتمع منفتح لو محتاجين اي حاجة تانية كلموني وشكرا لكم السلام عليكم